الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ذكر الله من أعظم ما يُعطى للعبد فولا يحتاج لا إلى جهد ولا إلى وقت وعلى الرغم من ذلك من أعلى ما يكون عند الرب قال تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله الذي حينما يتحقق منه العبد فيستشعره بقلبه وبعقله ثم يصل الأمر إلى اللسان وإلى الجوارح فيعيش مع خالقه في متعة من أجمل ما تكون حيث يعيش بجسده في الأرض وبروحه في السماء فيخرج من الهم ومن الغم ومن التفكير في الدنيا ولذلك قال بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها فقيل له وما أطيب ما فيها قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره حينما يذكر العبد ربه ويعيش معه فيقول تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم يذكر العبد وهو لا يدري أنه يذكر لا يدري وهو يذكر ربه أنه من المذكورين فلان ابن فلان يذكر في الملأ الأعلى ومن الذاكر إنه رب العالمين فكيف به إذا ما أتى الذكر على قلبه وتذكر ما قدمه في حق خالقه فنزل الدمع فهو بذلك أقرب ما يكون إلى الرب وهو لا يدري ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل ذكر الله خاليا بعيد عن الناس ففاضت عيناه نزل الدمع الشريف فيأتي يوم القيامة ليكون من المكرمين حيث يستظل بظل عرش رب العالمين بل بأسلوب عرض لم يسبق يعرض النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الذكر ومنزلته على الصحابة وما أعد للذاكرين فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق خير من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم خير من كل هذا قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله الذي استشعره جميع الأنبياء ولذلك نبي الله موسى لما أراد أن يطلب من ربه طلبا عظيما وجليلا قال كما في القرآن الكريم قال رب شرح لي صدري واسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي طلب عظيم سيدنا هارون يكون من الأنبياء مع سيدنا موسى طلب جليل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فما حيسية هذا الطلب العظيم يا موسى وموسى هو الكليم يعرف من الأسرار ما لا يعرفه غيره ويعرف كيمة الذكر عند رب العالمين ولذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ما الحيثية يا موسى قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فما النتيجة؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى علم السر وهو الذكر فكان من المجابين تقرب إلى الله رب العالمين وكن كما أمرك فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كن كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيقاته أجمعين